السلام عليكم ورحمة الله تابع معي ومصر في أعلى القائمة إذا كان لديك أخ أو صديق مصري فأرسل له هذا الفيديو وشاركه لكي تعمى الفائدة ويحصل على فرصة تطوع مصر في أعلى القائمة إذن وبعض الدول العربية موجودة أيضا في هذا الموقع نتجي مباشرة إلى شرح الإجراءات من 18 سنة فما فوق يمكنك التطوع وإرسال الاستمارة التي نشرحها بالتفصيل من الأليف إلى الياء وكيفية إرسال هذه الاستمارة للحصول على فرصة تطوع بألمانيا بالنسبة لمن هو مستعجل نبدأ بالاستمارة ثم نتجي إلى الموقع الرسمي بيانات الشخصية تبدأ بإذا لديك لقب التي عليها نجمة اللي يجب عليك ملؤها بعناية وبإحكام الاسم الأول واللقب يعني الكينيا هل أنت رجل أو امرأة ثم الجنسية جنسيتك نظرا لمصر في أعلى الصفحة نضعها على سبيل المثال نضع الجنسية مصري رقم الشارع المدينة الرمز البريدي الرمز البريدي ليس مطلوب وليس إجباري لأنه ليس عليه نجمة هنا الاتصال تضع بريدك الإلكتروني باسمك ونسبك ثم تعيد التأكيد الهاتف المحمول تضع هاتفك هنا وإذا لديك سكايب تضع الرابط السكايب هنا مكان الميلاد وتاريخ الميلاد وبلد الميلاد البلد الذي ولدت فيه إذا كنت مصري وولدت في مصر تضعها دائما ثم هنا تجد أنا شخص يتعلم حرفة ما طالب عمل موظف عاطل عن العمل نضع عاطل عن العمل ثم هنا المهارات اللغوية طبعا اللغة الألمانية غير مطلوبة ولا إنجليزية ولا فرنسية ولا إسبانية يعني لغتك العربية كافية لقبولك في هذا التطوع إذا كنت تتحدث بعض من الإنجليزية فهذا مهم لأن اللغة الإنجليزية هي لغة الكرة الأرضية اللغة الأولى في العالم إذا كنت تتكلم لغة أخرى تضيفها هنا إذا المهارات اللغوية إذا كنت تعرف أي لغة من هذه يمكنك ذكرها في هذه المستطيلات يمكنك البدء في أي تاريخ أن تتحدث هذا التاريخ تمت جدولة الخدمات التطوعية لمدة 12 شهر لمدة سنة في حالات استثنائية وهناك فترات أقصر يمكنك التفاوض عليها بلد المقصد هو ألمانيا طبعا نتحدث عنها اليوم وكيف عرفت عنها من خلال متطوعين سابقين أو عائلة أو أحد الأفراد أو معهد إذا نضع أي شيء متفرقات على سبيل المثال ثم إشعارات قانونية توافق وتطبيق هذه هي الاستمارة التي ترسل لكي تحصل على فرصة التطوع بألمانيا إذن نتجي إلى الموقع الرسمي والرئيسي من أجل معرفة طريقة الحصول على هذه الاستمارة وكيف تم الوصول إليها إذن معنا في العالم نبدأ هذه الصفحة التي تجد في صندوق الوصف تجد الأهداف والعروض وكل شيء والثلاث خطوط أقصى اليمين يمكنك معرفة كل شيء عن هذا الموقع وقراءته أنا ما علي سوى تسجيل الدخول أول شيء تقوم بتسجيل الدخول عبر هذه الأيقونة في أقصى اليمين دائما مستخدم جديد تقوم بالضغط من أجل تسجيل جديد دائما هنا تسجيل جديد الإيميل والباسورد وما إلى ذلك هذا باللغة الألمانية وإنما يمكنك ترجمة أو سأترك لكم رابط لترجمة المواقع في صندوق الوصف إذن دائما هنا نجد التسجيل وطريقة التواصل وإرسال الاستمارة الخدمات التطوعية في الخارج هناك خدمة تطوع دولية في خمس قرات للمهتمين من سن 18 سنة فما فوق من 18 سنة فما فوق إذن تدريب في الخارج نرتب تدريب داخليا في الخارج مختلف الإدارات والبلدان الخدمات التطوعية في ألمانيا إذا كنت قادما من بلد آخر استمع جيدا وانتبه معي فيمكنك القيام بخدمة اجتماعية في ألمانيا دائما سوف ندخل على هذا هنا في الأسفل تجد من هي هذه الشركة والفريق والتربية وفيديو عن المتطوعين وكل شيء ووعد الوظائف أنا ما علي أن نريك كيف وصلت إلى الاستمارة عبر الضغط على تالت خيار هو إذا كنت قادما بلد آخر نضغط على هذا المستطيل وارد في ألمانيا الذين يسألونني عن الترجمة وكيف ترجمت الموقع هناك ثلاث خطوط في أقصى اليسار فوق هذه الثلاثة خطوط هنا فوق تضغط عليها ثم تجد السجل والملفات والمشاركة والترجمة وكل شيء وتجد الترجمة تضغط عليها ثم تضغط على الترجمة هكذا ثم يحولك إلى لغة عربية إذا لم تكن هنا عربية تضغط على هذه الثلاث خطوط ثم مزيد من اللغات ثم تختار العربية هنا تجدها في الأسفل موجودة العربية هكذا هذا هو الترجمة بالنسبة للموقع وأسأت أترك لكم أيضا موقع لترجمة المواقع لأي لغة تريد كمتطوع في ألمانيا هنا تجد العروق فهناك لا يفرقون بين أسود وأبيض ومحجب وغير محجب هل ترغب في القيامة بخدمة تطوعية في ألمانيا وأن تتعيش في بلد آخر ثم تتقدم بالحصول على هذا الطلب هنا معلومات عن المتطوعين الدوليين معلومات لمواقع العمل وللشركة في جميع أنحاء العالم الخدمة التطوعية في ألمانيا يمكن للشباب من جميع أنحاء العالم الخدمة بخدمة تطوعية يعني تقوم بخدمة تطوعية في ألمانيا من جميع أنحاء العالم هذا أول دليل لكي نكون دائما على اتفاق طبعا في أي منطقة تريد المشاركة مواقع نشر في جميع أنحاء العالم سواء كانت قصيرة أو طويلة كانت اجتماعية أو علمية في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق لدينا منظمات شريكة في خمس قارات وأيضا نجد هنا السنة 18 سنة الحد أدنى للعمر 18 سنة وفي 12 شهر مدة الاستخدام إذن كما قلنا نتوسط في أماكن العمل التطوع مع كبار السن ومن جميع أنحاء العالم الذين نغبون في المشاركة في مشروع التطوعي في ألمانيا الوظائف التطوعية يقومون بتشجيعها تجدون تطبيقها الآن باللون الأزرق تضغط عليها ثم يحولك مباشرة الاستمارة التي شرحنا في أول الفيديو لا أريد أن أوطيل هذا الفيديو فالتطوع بألمانيا وموضوع اليوم سهل جدا وعبر الضغط على الزائد هنا يمكنك زيادة اللغات التي تتكلمها هل إنجليزية أم ألمانية أم إسبانية إذا ليست هنا لك لغة تضعط على هذا الناقص هنا ناقص هذه اللغات لا تتكلم أي لغة من هذه وإذا عندك حجم متوسط هذا مرة واحدة هذا متوسط هكذا ممتاز هكذا اللغة الأم يعني اللغة الأم المستطيل يمتلئ كله إذن سهل جدا ثم ترسل ولا تنسى أن تضع في الصفحة الرئيسية أن تسجل في الموقع عبر لوغينغ هنا في هذه الخانة يجب عليك أن تسجل الدخول وهناك إستغرام وفيسبوك للموقع وتتطوع مع كبار السن وتضع بروفايل للموقع هنا ريد مور بالنسبة لكبار السن هناك صورة أمامك هنا صورة بالنسبة للتطوع مع كبار السن إذا أردت قراءة المزيد دائما تضغط على الريد مور تطبيق الآن تحولك إلى الاستمارة وهنا بعض التعليقات أشعر بالتكامل مع خلال زملائي لأنهم معلموني ركوب الدراجة وعلوم جديدة وكل شيء والخدمة التطوعية في ألمانيا والاستمرار والمشاركة كل شيء سهل جدا أمامك هنا لتعرف من معرفة المزيد عن التطبيق وتسجيل تضغط على سجل الآن ثم تسجلها كده نضع سجل الآن يحولك إلى الاستمار أيضا إذن تسجيل سهل أهم شيء أن يتم قبولك وهنا بعض الاتحاد الأوروبي أيضا مشارك هنا لسلدة غيرتي ويعني الموقع ممتاز لأنه بدون سن محدد وليس كموقع المفاوضية الأوروبية الذي يحدد السن دائما من 18 إلى 30 سنة أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح ولا تنسى الاشتراك وضغط زر الجرس ليس لك دائما كل جديد موسيقى موسيقى موسيقى